الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة نهاردة كان في المؤتمر الصحفي في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وتم الاعلام في هذا المؤتمر انه تم توفير كل الجزتيات لاجراء الانتخابات الرئاسية وانه تم تسليم جميع اوراق العملية الانتخابية الى رؤساء اللجان طب مين اللي قال الكلام ده؟ بطبيعة الحال سيادة المستشار احمد البنداري خلونا نسمع قال ايه وهنرجع نكمل الكلام احنا ان شاء الله النهاردة طالعين بالمؤتمر الصحفي ده لاطلاع الرأي العام على كافة الاجراءات اللي تمت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا لقرارات مجلس الادارة لادارة العملية الانتخابية ومده جهزية الهيئة للاستحقاق الانتخابي في الداخل ان شاء الله بالفعل تم تهيئة كافة المقرارات اللي جاني الفرعية وتم تجهزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وسندي اقتراع وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقه السياسية بسهولة ويسر وتم اختيار مقرارات اللي جاني الفرعية لكبار السن وزوي الاعاقة تم وضع الارشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع ودي اول مرة نعملها بشأن زوي الاعاقة السماعية تم وضع بسترات خاصة بزوي الاعاقة السماعية وتم برضو اعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية واتت سمارج جيدة وتم تجهيز كافة اللي جاني الفرعية بكروت برايل لتمكين زوي الاعاقة البصرية لمباشرة حقوم سياسية مباشرة دون مساعدة وانا الاصل العام كان وفقا للقانون يتيح زوي الاعاقة البصرية لاستعانى برئيس اللجنة الفرعية بالفعل تم تسليم كافة اوراق العملية الانتخابية اخر محافظة استلمت كانت محافظة القهيرة مبارح الان وانا بكلم حضراتكم السادة رؤساء اللي جاني الفرعية السادة رؤساء اللي هما من الهايات القضاية والسادة القضاو بيتم تسليم اوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجان رئاستهم وتم بالفعل التجهيز لاستلام الاوراق تم الاستعانة وتم العدد الهايات القضاية المتواجدة 26 الف قاضي تم الاستعانة ب15 الف منهم من بين رؤساء اللي جان متابعة ورؤساء اللي جان عامة ورؤساء اللي جان حفظ ورؤساء اللي جان فرعية عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع 11.631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا روعية فيه التسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق السياسية وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية الانتخابات اتحت على موقعها لقاعدة البيانات بعد توزيحها على هذه المقرات وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين وبالفعل طلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات الى اللجان الاقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاع بصوته